هو خزن المياه من أين يأتي؟ هي تكون أما من ذوبان الثلوج المتوفرة أو الأمطار التي تخطل هذا هو الموردين الوحيدة الموجودة لخزن المياه بالتأكيد عندما تخطل الأمطار داخل الأراضي العراقية مع خزين متوفر لدينا في الخزانات هذا سيحافظنا على الخزين ويدم منه الخطة الزراعية سيكون هناك استخدام أمثل للمياه من قبل الفلاح أي أنه لن يطلب حصة مائية أكبر من حصة طالما هناك خطول الأمطار في هذه المناطق هذه كلها عوامل مساعدة نحن بالنسبة أن بعد استكمال سد مكحول سوف نصل إلى مرحلة يعني خلو نقول مكتملة جدا من تأمين الاكتفاء الاكتفاء الذاتي للمياه يعني خزاناتنا منزيل طاقتها بثلاث مليارات متر مكعب من المياه التي تمثل كما ونوعا هذه السيد أحمد جدا مهمة نحن عندما نتفاوض مع الجارة إيران أو الجارة تركيا نتكلم عن النوعية قبل الكمية لأنه الكمية بدون ما نحقق نوعية جيدة نوعية المياه يعني أنا ما آني الجانب التركي يقول لي أطلق لك مثلا 500 متر قد تكون هذه الـ 500 متر هي مياه مبازل هي مياه مخلفات مصانع هذه صحيح هي 500 متر وإحنا رح نفرح بها جتنا الـ 500 ولكن هذه سوف تمثل بالنسبة إلي كارثة فعليها المجتمع الدولي والقانون الدولي يؤكد ونحن نؤكد وجاء وكل الأطراف تؤكد أنه إحنا ما نسمح أنه تعطيني كمية سيئة للتعامل معها أنا أريد النوعية نوعية المياه تنعكس إيجابا على كل مطلبات الأرواع يعني أنا ما معقولة أجي أخذ كمية وأفرح بهذه الكمية أنه حققت هذا الإنجاز مثل ما يروج البعض أنه يكفيح أن نحصل كمية لا نحن نؤكد على النوعية كمختصين إذا لم تكن النوعية توازي الكمية ونوعية المياه من ناحية الملوحة المواد الكيميائية الكبريتات كذا كذا هذه كلها حقيقة إذا ما نسمح إذا نسمح أنه نغض النظر عنها معناته نحن نساهم في جريمة